أهلا بحضراتكم من اليوم الحقيقة أن الحديث عن التغيرات المناخية حديث مستمر ومن كده البعض كان بيحس أن الحديث عن التغيرات المناخية ده حديث نخباوي ومش بي أشعر بي لكن كم اللي إحنا شفناه من تغيرات مناخية في بلدنا وفي بلد أخرى الحقيقة خالنا نؤمن بضرورة التحرك الفاعل لإنقاذ الكوكب من هذه التغيرات المناخية أيضا أن يكون فيه أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية لهذه التغيرات المناخية ده شيء مهم جدا أن نحن نتكلم عنه ودلوقتي معنا في الستوديو ضفنا الكريم دكتور كريم سليمان أستاذ البيئة وتغير المناخ لحديث حول هذا الموضوع بسأل خير على حضرتك سيد نوري أهلا بسياتك أهلا بك زي ما كنت بقولي ممكن الناس كانت بتحس أنه موضوع التغيرات المناخية ده موضوع نخباوي وإحنا بعيد عنه فيه حاجات كثيرة مهمة أكتر لكن الحر اللي احنا بنعيشه وأعتقد ده ما كانش الجو العادي بتاعنا ومش احنا بس بلاد كتير يعني أوروبية وعربية بتشهد تغيرات مناخية كبيرة جدا من أول بلاد بيحصل فيها فايدانات بشكل كبير جدا لحراء الغابات اللي احنا شفناها لجفاف أنهار فيعني هل اللي احنا فيه ده شيء قابل للعودة ولا خلاص يعني الأجواء الحرة دي مثلا على وجه التحديد مش هتتعدل احنا مستمرين في ارتباع درجات الحرارة أولا أنا بحيح حضرك على فكرة أنه هو قابل للعودة لعله يكون فيه جزء من التفاؤل في اللي احنا بنقول التغيرات المناخية هي سلسلة متربطة فهي مجرد ما بيبدأ الأحداث بتاعتها هي بتبدأ تتوالى وتسلم بعضها فإحنا عندنا أبعاد كتير جدا لها لو احنا بنتكلم في بعض الحرارة اللي احنا بدأنا نحسها إن الحرارة المتغيرة زيادة عن اللزوم سواء بالارتفاق أو الخفاض فأوقات غير اللي احنا متعودين عليها ده علامة ومؤشر المؤشر ده مش بس على درجات الحرارة اللي احنا اللي احنا بنبدأ نحسها كأن احنا نبقى حرانين أو بردانين هي لها تبعيات أخرى أننا عندي مواسم زراعة هتختلف وبالتبعية هيبقى عندي بوز اقتصادي هيختلف وبالتبعية هيبقى عندي أمراض المفروض أنها أوبئة كتبت تظهر في أوقات معينة أو في مواسم معينة هتختلف مواعد ظهورها إن ما كانتش هتبقى أكثر شراسة أو أنواع أخرى تنتشر في أماكن أخرى فهي الفكرة ببقى أعتقد منظوم الصحة العالمية نوهت عنه بالضبط هي حذرت منه أكثر من مرة خاصة بعد الكوفيد لما بدأ أنه يبقى فيه تركيز على المنظومة دي البعد بتاع الملف تغيرات المناخية هو زي ما ساتك قلت هو مش للنغبة ولا هو حاجة بعيدة عننا كلنا بس إحنا ممكن ما يبقاش التأثير مباشر في الحرارة يعني عندنا تأثير في حاجات بسيطة جدا بنحسها أنا عندي مشكلة في الزراعة هقابلها عندي مشكلة هتبقى في القتل ودي مشكلة غذاء والعالم الآن لا يحتمل المزيد في مشاكل الغذاء بعد الحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل الحبوب اللي العالم كله بيقابله بالضبط ساتك فإحنا بنتكلم على مجالات كتير جدا هتوصل لنا وهتمسينا الموضوع مش موضوع بس تغيرات مناخية عندنا إحنا دولة عندنا بحرين فعندنا شواطئ هتتأثر يمكن شواطئ المتوسط أكتر هتتأثر شواطئ هتتأثر يعني معناها دول ساحلية اقتصادها الأساسي ساحلية هيتأثر وتبعيات عشان كده دايما بقينا حابين أن إحنا لما يجي نتكلم مع المواطن نتكلم أو مع الناس اللي محتاجة أن تستوعب الموضوع بصورة مبسطة أدخلوا في كل الأبعاد ما دخلوش بس في البعد بتاع أن المناخ هيتغير ودرجات الحرارة لا أدخلك في كل الأبعاد سياسي واقتصادي واجتماعي علشان تبدأ تشوف بالرؤية اللي إحنا شايفينها من المخاطر المتعددة للموضوع هو الإنسان هنا مصدر رئيسي في التغيرات المناخية ولا الحديث عن الدول الصناعية الكبرى هي اللي بتحدث التغيرات المناخية بص يتكوى إحنا مش الأساس كدول في طور النمو أو كدول نمية ولكن إحنا الأكثر تضررا يعني إحنا لحنا الأساس ولا إحنا برضو الأقل تضررا لا ده إحنا الأكثر تضررا والأكثر تضررا مش رجع علشان الإنبعاثات بتيجي علينا أو كده لا هي رجع علشان إحنا عندنا مجالات إن إحنا عايزين نخش في طور الصناعة ولكن بقى فيه قيود دولية هنسميها باتفاقيات دولية بتحد من الإنبعاثات طب أنا لسه هبدأ أنا لسه محتاج أن نصنع أنا عندي مشكلة احتباس حرارية هتأثر على المعدلات الزراءة عندي هتأثر على معدلات المياة هتأثر على معدلات التنمية اللي أنا عايز أعملها وبالتبعية عندي حدود فقر هتزيد وعندي حدود بطالة هتزيد وده المشكلات الاقتصادية والتباعات الاقتصادية الليburn نتكلم عنها على إثر تغيرات المناخية بلزبت هنستمر في الحديث يا دكتور كريم لكننروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا حول تغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة مع دكتور كريم سليمان أستاذ البيئة وتغير المناخ فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم نستكمل حديثنا مع دكتور كريم سليمان أستاذ البيئة وتغير المناخ حول تأثيرات التغيرات المناخية على حياتنا بعدها المختلفة أنا أقول لسيادتك عشان نبسطها للناس إحنا لو نتكلم على التأثيرات الطبيعية اللي إحنا ممكن نشاهدها عموما عندنا فيضانات عندنا ودي حصلت السنة اللي فاتت فعلا وحصلت في أماكن كبيرة عندنا تبديل في كميات الأمطار وأماكن هطول الأمطار وده هيؤدي إلى جفاف هيؤدي إلى أن في أماكن إحنا عايزين نزرعها ما بيناش عارفين نزرعها مش بتكلم على مصر بس أنا بتكلم على عالم ككل لأن التأثيرات ما بقيتش بتطول دولة واحدة دي كلها بنسميها التأثيرات الطبيعية تبعيات هذه التأثيرات الطبيعية أن إحنا هيبعندنا خسارة في التنوع البيولوجي يعني إيه التنوع البيولوجي؟ يعني أنا بتكلم ببساطة جدا أن حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خليق كل حاجة في ابتزان خلل أي خلل فيها هيؤدي في النهاية لمصدر الأكل بتاعك هو مش هيؤدي لخسارة حاجة عادية وأعتقد أن أكبر دليل هنا نشير الأحياء المائية والتأثير بتاع التغيرات المناخية عليه التغيرات المناخية هتؤدي إلى أن الثروة السماكية كان مفروض أن فيه أماكن معينة معروفة أن الأماكن دي في دول ساحلية بتعتمد على الثروة السماكية الاقتصاد بتاعها المعتمد وقائم على الثروة السماكية هيتأثر لأن المعدلات الثروة السماكية بتاعتها هتتأثر نتيجة تغيرات الحرارة يعني أنا مش بتكلم في بعد الأكل بس بتكلم في البعد التاني المنظومة الاقتصادية بتاعتها عندنا المنظومة الاقتصادية أبسط حاجة فيها أبسط مثال المواطن بيلمسه هو أن كل حكومة بتبدأ أنها تحط الخطة بتاعتها وموازنتها فيها جزء للتطوير والتنمية ورفع المعاناة والحد الفقر لو أنا دلوقتي وجهت أن الجزء ده أصبح عندي مخصصات كبيرة منه بتروح لمواجهة الكوارث فأنا أصبح عندي كعبأة تاني ضفلي كدولة في طور النمو وأن أنا عندي جزء كبير راح في الدعم زي اللي حصل في الكوفيد لما اضطررني بقى في دعم للأسر والعمالة المؤقتة في عندنا جزء آخر وده يمكن هنعاني منه وزيما سيادتك تفضلت منظمة صحة العلمية حذرت منه انتشار الأوبئة الأوبئة بتنتشر يا إما أمراض جديدة وتبدأ تنتشر بصورة كبيرة فتتنقل مرحلة الوباء يا إما أنها حاجات معروفة ولكن ظهورها في أماكن غير المألوفة وفي الحالتين الجهاز المناعي للمكان ده للإنسان اللي عايش في المكان ده غير متأقلم مع الوباء ده فهينتشر بصورة كبيرة أو أن الدولة غير مؤهلة أنها تبدأ تقاومه فبالتالي هينتشر بصورة كبيرة عندنا مشكلة تانية ارتفاع منسوب البحر ده هيؤدي أن المدن الساحلية ممكن يبقى فيه تآكل في الشواطئ ممكن يبقى فيه مشكلة اقتصادية فيها ممكن يبقى فيه مشكلة اجتماعية في هجرة داخلية أو اللي احنا القانين منه هو الهجرة الخارجية والهجرة الخارجية هنتنقل منها لبعد التارت اللي هو بعد سياسي أنا عشان خاطر يحصل هجرة خارجية نتيجة مش نقص في الوظائف أو في الرزق لا نتيجة أن بعض الأماكن هتبقى غير قابلة للمعيشة وبالتالي الأماكن الغير قابلة للمعيشة نتيجة الجفاف الحاد أو نتيجة الفايدانات الحادة أو نتيجة تغيرات الدرجات الحرارة العالية جداً هتؤدي للهجرة لأماكن أخرى وبالتباعية هيبقى فيه بعد اجتماعي هو تأقلب مجتمعات متغيرة مع بعضها وبعد سياسي ما بين الدول وحدودها دي كده احنا بنتكلم على أبعاد كلنا هنحسها وبعد الأكبر منهم هو بعد الاجتماعي الناجم عن تأثيرات اقتصادية سلبية وتبعياتها على الحالة النفسية وتبعياتها على الوضع الاستقرار للنفسي سواء للدولة ككل أو للمواطن وهو الأساس للدولة صحيح ودني نقطة مهمة جداً مسألة البعد الاجتماعي ومن ثم البعد النفسي وتأثر الصحة نفسية للإنسان بالتغيرات المناخية ويمكن ده ابتداءنا نشعر بيه مؤخراً مع ارتفاع درجات الحرارة بالضبط هيساتك هي لها بعد نفسي بحث سيكلاجي أنا غير متخصص في الجانب ده ولكن الجانب الآخر اللي نقدر نحن نوضحه هو أي تبعيات اقتصادية بيكون لها تأثير سلبي وضغط على الفرض وبالتبعية بيبقى له تأثيرات سلبية نفسية سواء كانت في طريقة تقبله للاحداث سواء كانت في طريقة تعامل وتفاعله مع حركة التنمية اللي بتحصل في الدولة ممكن يوصل لمرحلة التجاهل التام أو يوصل لمرحلة عدم الرغبة المطلقة يوصل لمرحلة إنواء تحت ضغط دائم دي كلها تبعيات نفسية بتظهر في سلوك الفرض صحيح ويمكن ده اللي بيجبرنا جميعاً كدول وده اللي بنرجو أنه يحدث في الالتزام بالتعهدات لكل القمم السابقة للمناخ وكان أخيرها قمة شرم الشيخ كابتون تي سافن لابد للدول المتقدمة أن تافي بتعهداتها في مسألة التغيرات المناخية وأنه نبدأ نشوف فارغ في هذا الملف أنا أشكرك شكراً جزيلاً دكتور كريم سليمان أستاذ المناخ وتغير أستاذ البيئة وتغير المناخ شكراً جزيلاً على وجود حضرتك معنا